السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو موجه لتلاميذة السنة التاسعة أساسي وموضوعه حل المعادلات أقترح عليكم مجموعة من المعادلات هناك معادلات من درجة أولى هناك من درجة ثانية ذات مجهول واحد في البداية أود الحديث عن هذا الميزان هذا الميزان الآن في حالة توازن يعني أن كتلة هذا الجسم متوازن المستطيلات مساوية لمجموعة كتلتين هاتين الكرتين لو أزيد لكل طبق نفس الكتلة هل يختل الميزان؟ لا يختل الميزان لو أنقص من كل طبق نفس الكتلة هل يختل الميزان؟ لا يختل الميزان أعود للوضعية السابقة لو أضاعف هذه الكتلة وأضاعف هذه الكتلة هل يختل الميزان؟ يعني هنا كانت عندي كرتين وأستوانة فتصبح أربع كرات وأستوانتين وهنا أضاعف أيضا فأجعل متوازية مستطيلات وأستوانتين لا يختل الميزان لو أقسم هذه الكتلة على أثنين وهذه على أثنين لا يختل الميزان إذن في حال التوازن إذا زدت لكل طبق نفس الكتلة أو أنقصت نفس الكتلة لا يختل الميزان كذلك لو ضعفت أو قسمت هذا له علاقة بحل المعادلات نمر للمعادلة الأولى إذن عندي هنا 1 إلا 2x ساوي 0 وأبحث عن x ما معنى معادلة؟ معادلة هي مساوات وفيها مجهول للبحث عن x أتخلص تباعا من العدد 1 ثم من نقص 2 كيف أتخلص منها؟ أنقص 1 من هذا التبق وأنقص 1 من هذا التبق على منوال الميزان فيصبح عندي التالي أنقصت 1 يسارا أنقصت 1 يمينا 1 إلا 1 0 ماذا يبقى؟ نقص 2x تساوي نقص 1 كيف أستخرج x؟ يجب أن تخلص من نقص 2 ما الذي يربط نقص 2 بx؟ ضرب أم جمع أم طرح أم ماذا؟ ضرب ما هي العملية العكسية لضرب القسم؟ إذن أقسم على نقص 2 أو بعبارة أخرى أضرب في مقلوب نقص 2 وهنا أيضا أفعل نفس الشيء كما فعلته مع الميزان سابقا أضرب في 1 على نقص 2 عدد في مقلوبه يساوي 1 فتبقى x تساوي 1 على 2 الحل في R هو 1 على 2 المعادلة الثانية أقترح عليك أن توقف الفيديو وتأخذ ورقة وقلم وتحاول هنا عندي المجهول x على اليسار وعلى اليمين أنا أفضل أن أجمع المجهول في جهة واحدة على اليسار مثلا طيب هناك من يقول أحمل هذه إلى اليسار فتصبح معا 2 على 5x وفي نفس الوقت أحمل نقص 1 إلى اليمين فيصبح معا 1 صحيح لا مشكلة في الأمر أنا أسير خطوة خطوة لأتخلص من هذه في جهة اليمنى أزيدها 2 على 5x وأزيد على اليسار نفس الشيء معا 2 على 5x هنا عندي نقص A معا 0 تبقى 7 وهنا 3x معا 2 على 5x أجمعها عندي أعمل مشترك x إذن أحسبه 3 معا 2 على 5 واحد المقامات 15 على 5 معا 2 على 5 17 على 5x إلا 1 يساوي ماذا يساوي 7 فقط إذن الآن أتخلص من نقص 1 ماذا أفعل؟ هناك من يقول أنقله إلى اليمين فيصبح معا 1 جائز أنا أقول أزيد 1 يسارا وأزيد 1 يمينا فتبقى هنا 17 على 5x تساوي 8 الآن كيف أستخرج x؟ إذن أقسم على 17 على 5 لأن هنا عندي ضرب وعكس الضرب هو القسمة أو بعبارة أخرى أضرب في مقلوب هذا العدد في 5 على 17 يسارا ويمينا عدد في مقلوبه يساوي 1 فتبقى x لوحدها وهذا ما أريده يساوي إذن ضرب الكسور بسط في بسط مقام في مقام 40 على 17 إذن عندي هنا جوذة يساوي 0 متى يتحقق هذا؟ يتحقق هذا عندما يكون هذا سفرا أو هذا سفرا إذن أكتب ذلك أو إذن أصبحت عندي معادلتان x هو 5 على 4 وهذه أزيد جذر تربيع 2 يسارا ويمينا إذن الحلول هي 5 على 4 وجذر تربيع 2 المجموعة الثانية من المعادلات عندما أرى هذه المعادلة أتساءل ما هو العدد الذي إذا ضربته في نفسه أجده 9 هناك الثلاثة وهناك لا تنسى مقابل الثلاثة نقص الثلاثة x قوى 2 للخمسة يساوي 0 تعني x قوى 2 يساوي 5 ما هو العدد الذي إذا ضربته في نفسه أجده 5 هناك جذر تربيع 5 وهناك مقابله x قوى 2 مع 4 يساوي 0 تصبح x قوى 2 يساوي نقص 4 ما هو العدد الذي مربعه نقص 4 هذا مستحيل عدد مربع دائما موجب فالحل هو sr يساوي مجموعة فارغة مجموعة فارغة يمكن أن نرمز لها هكذا أيضا كان يمكن منذ البداية أن نقول sr يساوي مجموعة فارغة لأن الأربعة عدد موجب قطعا وتزيده عددا موجبا فتكون النتيجة عددا موجبا قطعا يستحيل أن يكون صفرا إذن أستخرج x قوى 2 أنقص 4 يسارا وأنقص 4 يمينا الآن أقسم على نقص 9 بعبارة أخرى أضرب في مقلوب نقص 9 فتصبح x قوى 2 يساوي نقص 4 على نقص 9 أي 4 على 9 ما هو العدد الذي إذا ضربته في نفسه أجد 4 على 9 هو الجذر التربيعي لهذا العدد أو مقابله يعني 2 على 3 أو نقص 2 على 3 ألاحظ أن x عامل مشترك لهذه العبارة أكتوبه وأفتح قوسا في كم أضربه لأتحصل على نقص 7x قوى 2 في نقص 7x في كم أضربه x الآن لأتحصل على معا 3x في زاء 3 إذن جذاء يساوي 0 إما أن يكون هذا 0 أو هذا 0 أصبحت عندي معادلتين هذه واضحة تعطيني الحل هو 0 معادلة ثانية إذن نقص 7x يساوي نقص 3 x يساوي نقص 3 على نقص 7 يعني 3 على 7 إذن هناك حلان لهذه المعادلة مجموعة ثالثة مرة أخرى أقترح عليك أن توقف الفيديو وتفكر كيف أن أحل هذه المعادلة هذه تذكرني بالجذاءات المعتبرة أحس أن هذا المجموع هو مجموع معتبر مساوي لجذاء معتبر إن كان الأمر كذلك كيف يمكن كتابته بما أن فيه ثلاث حدود وهناك علامة نقص إذن أضع قوسين سيكون هناك نقص بالداخل وقوة 2 بالخارج ماذا أضع هنا لكي إذا رفعت قوة 2 أجد 9x قوة 2 إما 3x أو نقص 3x تجنب الناقص ضع 3x ماذا أضع هنا لكي إذا رفعت قوة 2 أجد 16 4 ونقص 4 تجنب الناقص وضع 4 الآن يجب أن نتحقق أن هذه العبارة مساوية لهذه نحن متأكدون أن هذا الحد الأول قوة 2 مساوية لهذا وأن الحد الثاني قوة 2 مساوية لهذا بقي نقص 2 في الحد الأول في الحد الثاني هل يساوي هذا نقص 2 في 3x نقص 6x نقص 24x نعم العبارتان متساويتان إذن المعادلة تصبح 3x لأربعة لكل قوة 2 يساوي 0 متى يكون مربع عدد مساويا للصفر عندما يكون هذا العدد سفرا 3x يساوي أربعة x يساوي أربعة لثلاثة sr يساوي في هذه المعادلة دأر عاملا مشتركا وهذه لا تذكرني بمجموع معتبر أو جذاء معتبر ولكن ألاحظ أن هذه العبارة لوحدها هي مجموعة معتبر أقول مجموعة لأن x2 إلا أربعة هي x2 مع نقص r إذن هي على هيئة a قوة 2 إلا b قوة 2 x قوة 2 إلا 2 قوة 2 فتكون x إلا 2 في x مع 2 وأترك الباقي كما هو أصبح عندي عام المشترك هو x مع 2 ألوينه لأبرزه أكتبه وأفتحه معقفا في كم أضرب x مع 2 هنا لأشد هذا x إلى 2 مع في كم أضرب x مع 2 يتحصل على هذا في 1 إلا 5x في هذه الحالة هذه الأقواص زائدة كان يمكن عدم وضعها ولكن أضعها عمدا لكي لا تنساها عندما تكون ضرورية مثلا لو كان هناك عدد ثلاثة مثلا هنا فx مع 2 أصبحت مضربة في 3 في x إلى 2 فتضع ثلاثة هنا أو كان هناك ناقص هنا في أجل من تضع ناقص تفتح القوس إذن يمكن حذف الأقواص دون أي تغيير فتصبح عندي x إلا 5x ناقص 4x ناقص 2 مع 1 ناقص 1 إذن جوذاء يساوي سفرا إما أن تكون هذه العبارة سفر أو هذه العبارة سفر أصبحت عندي معادلتان هذه تعطيني x يساوي ناقص 2 وهذه خطوة خطوة إذن ناقص 4x يساوي 1 x يساوي 1 على ناقص 4 أو ناقص 1 على 4 دمتم في رعاية له وحفظه وإلى فيديو جديد بإذن الله